نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الحادية عشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل للصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الواضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024 وعقد المجلس جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياسة المالية والدين بحضور 22 من خبراء المالية العامة والبنك الدولي والقطاع المصرفي وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والنواب وممثل الوزارات المعنية وأصحاب الشركات وخلال الجلسة تمت الإشادة بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تحقيق فوائض مالية مطلوبة مع التأكيد على أهمية وجود مناخ تنافسي حقيقي جاذب للقطاع الخاص